السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فورتو خالد نكمل على النموذج المحلي الفرض او التمرين الثاني على الدرس للترتيب العمليات يقول لك السؤال الأولاني قارج جدر خمسة وثلاثة مقارنة سؤال الأولاني قارج المقارنة اتمنى البعض المقارنة لتجعلنا لدينا الجدر مربع كيفية جدر خمسة مربع مربع بجدر خمسة مربعة اسجنة مربعة اسجنة او عشرين ثلاثة جدر جدر مربع إذا نفشي ثلاثة مربع هي تسعود وجدر جوج مربع هي جوج إذا تسعود جوج هي تسعود 18 إذا ما عندي 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 عشرين كبيرة من 18 ما يعني؟ جوج جدر خمسة كبيرة من ثلاثة جدر جوج ثم قلق استنتج إذا استنتاج إذا ما نستنتج مقارنة ناقيس جوج جدر خمسة زائد واحد و ناقص ثلاثة جدر جوج زائد واحد إذا ما عندي جوج جدر خمسة كبيرة؟ رجوعاً كān فقط كيف نفعله ؟ نقص عدد لم تتبطل نقص عدد نقص عدد ثم يكون صغير ثلاثة ثم يضع هذا هو المقارنة السؤال الثاني ما يقول السؤال الثاني يقول لك أعطي عددان حقيقيا ثانيا أعطي عددان حقيقيا بحيث A محصورة ثم ثم A محصورة ثلاثة وخمسة ثم B محصورة بين نقص 4 ونقص 1 ثم B محصورة بين نقص 4 ونقص 1 ثم السؤال أعطي عدد أعطي عدد أعطي عدد أعطي عدد ثم أعطي عدد ثم محصورة ثم 3 نقص 4 ثم 3 ثم 4 إذا قطرنا أزائد بها بعد ذلك قطره إذا قطرنا أزائد بها نقص بها إذا نفس الشيء سوف يكون عندي ولكن هذه المرة أزائد بها إذا هنا يوجد الحالات أو أزائد الطرق إذا الطريقة التي أفضلنا سوف نزل أهية الأولى و أهية الأولى و أهية الثانية إذا عفوا لم يكن شيء كبير لكم أهية الأولى إذا قطرنا جيد إذا الحالة التي أفضلنا هي سوف نزل أهية الأولى و أهية الثانية و سوف نقص بعضهم أ نقص بها ولكن ماذا يفعل؟ ثلاثة نقص من هنا ثلاثة نقص من نقص واحد و خمسة نقص من نقص أربعة خمسة نقص من نقص أربعة طريقة الثانية تضربة في نقص واحد و تجمعها ولكن هذه هي الطريقة التي أعجبني كل واحدة تجمعه إذا خمسة نقص أربعة ثلاثة نقص أربعة ثلاثة نقص واحد أن تضرب من نقص ثلاثة نقص أربعة ناقص 4 مربع لأن المربع يجب علي العدد ساليب إذن B مربع ما بين 16 و 1 ثم نضرب A ضرب B إذن A ضرب B إذن الضرب ننزل A إذن A ما بين 3 و 5 ثم نضرب B إذن B ساليب يجب علي دربة في الناقص حتى لنقوم بتدربة في الحدود يجب علي الحدود مجابعة إذن أريد الحدود مجابعة إذن أرجع الحدود مجابعة يجب عليهم 4 هنا و 1 هنا يتقلبهم مواطعة إذن أضربهم في بعضهم إذا أضربت A في ناقص B يجب عليها ناقص AB و 3 يجب عليهم 1 و 3 وخمسة فاربعة عشرين ولكن ماذا يؤثر؟ A ضرب B إذن هذا لا تقلب إذن A ضرب B اللي هي A B تزول الناقص ودعمها في الجوة الأخرين ترجع لك ناقص عشرين و ناقص ثلاثة إذن هذا يؤثر A ضرب B إذن السؤال الثالث إذن السؤال الثالث ماذا يقول لك؟ سؤال الثالث أعطي الكتاب العلمي العددين تانية كتاب العلمية التي تكسبنا على شكل A ضرب A بحيث هذا A يجب أن يكون محصور إذن يجب أن يكون أكبر أو يساوي 1 و أصغر قطعا من 10 يعني لا يمكن أن يكون 0 فاصيلة و لا يمكن أن يكون 10 أو 10 فاصيلة إذن يمكن أن يكون 1 أو 1 فاصيلة إذن ما علينا أكتب X تساوي ناقص 500 خمس ألف إذن ما هو ٩ منذ 22.. وإذا كانت أس فاصلة الإيمان حتى ينطقي الاس نعود الفاصلة الإيمان حتى تحركت الأس فاصلة الإيمان فأنا ضع فرص فقاً فرص فقاً إذا كان هناك الكتاب العلمي إذا لم تقوم بتقرأ الكتاب العلمي نقوم بقرب الصفر أربعة زروس ثلاثة فعشرة أس ست الضرب يوجد 10 أو 6 إذا كنت أكبر 10 أو 6 سوف يجعلها كما هي إذا كتاب العلمي يقول لكم يجب أن يكون عادة كبيرة من الصفر وصفر من 10 إذا لدينا الفاصيلة ثلاثة 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 مضروبة فاصيلة مضروبة طبيعة الحلف 10 فاصيلة 1 3 4 5 مرات 5 مرات الإيمان نقص 5 ثم نقص القواعد القواة لدي 10 مضروبة جد المرات نجمع الأس نقص 5 أو 6 ثلاثة مضروبة 10 أس 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 هذه هي كتاب العلمي هذه هي الإقعق يكون التمرين الثاني إذا الفيديو الذي يجب نحاول أن نخرج فيه التمرين الثالثة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر